كابتن مجدي هنا وبيساند صلاح مع انه ان شاء الله هو اقرب واحد يسجل لمنتخبنا الوطني ويضيع اسطورة الكابتن مجدي عبدالغاني نهائيا فهل دي مساندة ولا تركب ولا متابعه ولا عامل فله عليه لا بعد ما تقولي الكلام حلو ده ما تشككش الناس لا ما تشككش الناس طبعا مساندة ان شاء الله بإذن الله يعلي ربنا من قلبي محمد انت عارف محمد غالي عندك وغالي عندي وانت عارف العلاقة وعارف الكواليس اللي حصلت قبل الحفلة انا دايما كل سنة بابقى متواجد في حفلة افضل لاعب لكن بصراحة عمري ما تخيلت ان ممكن لاعب مصري يفوز بافضل لاعب في انجلترا لان الدوري ده قوي جدا ودوري صعب جدا ودوري يعني الاسف الشديد اللعيبة المصرية ما بتقدرش انها تصمت فيه لكن في الحقيقة يعني عودة محمد صلاح الليفربول وعودة محمد صلاح بهذه القوة قدت موح كبير جدا لكل لعيبة المصريين حجازي عمد شغل كويس قوي انني ربنا يشفي عمد شغل كويس قوي رمضان صبحي هاي بتدي يعمد شغله ويبتدي هتأقلم المحمدي عمد شغل في الحقيقة كويس قوي لكن طبعا كل دول لسه ما وصلوش لأفضل لعب في انجلترا لكن محمد صلاح قدر انه يفرد نفسه ويفرد ذاته ويفرد اسمه على كرة القدم مصرية وعلى جماهير كرة القدم في ليفربول وفي العالم كله وعلى اتحاد اللاعبين المحترفين الانجليزي وعلى فكرة مش الافراد اللي داخل اتحاد اللاعبين المحترفين هم اللي بيختاروا لا ده اللعيبة هي اللي بتختار مين يبقى افضل لاعب محمد صلاح واخد اعلى فوت واعلى تصويت على مستوى انجلترا انه افضل لاعب في انجلترا